اشتركوا في القناة اخواني متابعة لسلسلة تعلم اخذ بيانات المحركات والوعد انه نعمل او نصور تقريبا كل القدرات للثلاث فاز وللواحد فاز على اساس انه تقدروا ترجعوا لها مع قياسات الحديد مع كل البيانات وخاصة لما نكون محركة في شركة مع وجود اللوحة مع القياسات طبعا على اساس تقدروا ترجعوا لها اذا جاءكم محرك فارغ او مجهول ما فيه نحاس تستأنسوا بهذه البيانات طبعا اليوم معنا المحرك هو قدرته 5.5 كيلوات يعني 7.5 احصان طبعا ممكن احنا صورنا في السابق فيديو عن هاي القدرة لكن اليوم الفيديو او المحرك الموجود عندي هو محرك اقطاب حقيقية لذلك انا قررت ان اصور عليه فيديو اخر على اساس انه اذا جاءك محرك تأثيري او اذا جاءك محرك اقطاب حقيقية يكون موجود فيديو لكل واحد منهم طيب الان انا عندي هذا المحرك 7.5 احصان هاي اللوحة تابعتو طبعا اللوحة مش كاتبين عليها معلومات كثيرة خلينا اورجيكم اياه بس 5.5 كيلوات السرعة 1770 على 60 هيرتز وهو ممسوحها هي هو 1470 على 50 هيرتز حتى الامبير مش واضح مية في المية طيب احنا الفكرة على اساس انه مع قياسات الحديد ومع اه لأنه أقطاب حقيقية فأنا أريد أن أصوركم إياه وتستأنسوا فيه مع قياسات الحديد وحسب نوعه بيّنت معاكم في الصورة طبعاً أول شيء نشوفه الرزيتا الرزيتا متوسط لدلتا زي ما أنتوا شايفين طبعاً هو كان مكتوب عليه ثمية وثمانين أو أربعمية فولت فقط نعم نشوف الرزيتا رزيتا توصيلها الآن أنا بفك الرزيتا وبرجع لكم طيب الآن أنا فكيتها الرزيتا طبعاً نحن نعدي المجاري في الأول إذا بدنا نعدي المجاري هذا أنا عديته طبعاً ثمانية واربعين مجرى ثمانية واربعين مجرى وهي أحد الأسباب لأنني أصور الفيديو إنه ثمانية واربعين مجرى طبعاً أقطاب حقيقية طبعاً نحن نعدي المجاري ونسجل معلومات اللوحة زي ما تعودنا طبعاً في آخر الفيديو أنا في الكامل رح أعطيكم البيانات كاملة لكن إحنا بدنا نشوف كيف بدنا نأخذ بياناته وبعد ما أخذنا عدد المجاري وأخذنا الخطوة الآن نسحب أسلاكه الستة اللي خرجي لبرة للروزيتا نسحبهم على أساس نحن نشوف شو توصيل المحرك وملقوب وبأكم سلك ملفوف طبعاً هاي الأسلاك والستة وزي ما بحكي لكم أنا دائماً في محركات الثلاثة فاز معلومات سلك واحد من المحركات الثلاثة لأنه في ثلاثة فاز سيكون كل الأسلاك نفس المعلومات متشابهة دعوني أقصهم أنا من هنا طيب الآن هاي الأسلاك عندي الستة زي ما انتم شايفين وبنشوف أي سلك هاي سلك مثلاً هاي سلك الآن هذا سلك عليه مع كورونا وخارجه من مجموعة وحدة من هاي المجموعة إذن الآن المحرك ملفوف توالي المحرك ملفوف توالي هيك منفهم إن المحرك ملفوف توالي وعلشان نتأكد لاحظوا هاي فيه وصلي هون راح يكون فيه وصلات طبعاً اللي هي نهاية بنهاية وبداية وبداية لكل الفزات هاي وصلات طيب احنا على أساس نتأكد زي ما بحكي لكم دائماً حاولوا ارفعوا مجموعة من الملفات يعني مجموعة واحدة من الملفات على أساس تتأكدوا إن المع كورونا فيها الأسلاك اللي فيها جايات من نفس المجموعة مش من أكثر من مجموعة زي ما حكيت لكم مرات لعنا الشركات بعملوا بطلعوا سلك من المجموعتين وبحطوهم في مع كورونا واحدة وبخرجوهم على السلك اللي خرج لبرة على أساس بكون هيك توصيل توازي وانت بتظاهر بيبين عندك عليه مع كورونا واحدة بتفكروا توالي وبكون هو توصيل توازي فإحنا بنرفع مجموعة من المجموعات على أساس إن نشوف السلك مثلاً خارج من كم مجموعة الآن واضح هايو جاي من مجموعة واحدة مش من مجموعتين ولاحظوا حتى الوصلة الوصلة هايها جاي من مجموعة واحدة كمان إذن واضح جداً إن المحرك عنا موصول توالي يعني السلك اللي خارج للكهربا زي هذا مثلاً خارج من مجموعة واحدة زي ما انتم شايفين هون بنبعد مع كورونا بس أسكن واضحة بالنسبة لكم أنا بالنسبة لي واضحة بس أنا بدي أورجيكم إياها انتم لاحظوا هذا هو السلك اللي خارج للروزيتا الآن هايو جاي من مجموعة واحدة جاي من مجموعة واحدة فقط جاي من مجموعة واحدة اللي هي المجموعة هاي اللي أنا ثانية لتحت هذا هو السلك جاي من مجموعة واحدة هذا حكينا بدل انه التوصيل توالي التوصيل توالي اذا هذا المحرك توصيله توالي عفوا توصيله توالي الداخلي والخارجي توصيله دلتا اذا من الداخل توالي ومن الخارج دلتا الآن أنا بقيس السلك وبقطع على اساس اني اعد الملفات واقيس الحديد واعطيكم البيانات كاملة لما ارجع لكم ان شاء الله كاملة متكاملة خليكم معانا طيب انا حبيت اني انظفه وعمله ورق وحتى انزل فيه مجموعتين او ثلاث هاي مجموعتين انا نزلت وبعدين اعطيكم البيانات على اساس انه ويقوموا بتشوفوا انو أنا اللفيته بنفس البيانات اللي اعطيكم مكان بسلكين erne سبعة وسبعة ونص سبعة وسبعة ونص ملفوط مجوز بسلكين ورح الوفه ثلاث طبقات زي ما كان رح الوفه ثلاث طبقات يعني رح اسقط الفاز يول التالي من هذه الجهة والمجموعة الرابعة من هذه الجهة بصير عندي أربع مجموعات وبعزلهم وبسقط المفاز الثاني أربع مجموعات وبعدين بسقط الفاز الثالث كمان أربع مجموعات وهيك أنا بعمله ثلاث طبقات زي ما كان ملفوف بالأصل من الشركة يعني على أساس بدي أرجع حب أنا حتى نفس الشكل وما في تأثير لو أنا لفيت وحلزوني ما في أي مشكلة يعني كفنيا وكعمل يعني ما في أي إشكالية ما في فرق يعني أقصد بين الثلاث طبقات أو الحلزوني نفس الشي لكن أنا حبيت أني أرفه بنفس المواصفات ونفس الشكل حتى والآن هاي البيانات النهائية اللي أنا اشتغلت عليها واللي طلعتها من اللف الأصلي طبعا المحرك 48 مجرى طبعا حكينا الخطوة من 1 إلى 10 و1 إلى 12 طبعا العدد 35 جوز العدد 35 جوز بسلكين 7.5 و7 دزيم 7.5 و7 دزيم والتوصيل الخارجي دلتا والداخلي توالي الداخلي توالي يعني الداخلي نهاية بنهاية وبداية في بداية بطلع عنا ست بدايات بنأخذ واحد و بنترك واحد و بنعمل كل ثلاث أسلاك مجموعة و بنوصله دلتا كل سلكين مقابل بعض على الروزيتا هاي هي البيانات بالكامل العدد و قطر السلك 35 جوز أو 35 لفة بسلكين 7.5 و7 والتوصيل الخارجي دلتا والتوصيل الداخلي توالي طبعا طول المجرى 11 سانتي طول المجرى 11 سانتي و قطر الاستيتر 11.9 بالعشرة سانتي قطر الاستيتر المقصود فيه طبعا زي ما انتم عارفين من هون من داخل الاستيتر من عند باب المجرى من الداخل عند باب المجرى مقابله هاي المنطقة هي قطر الاستيتر هاي هي المنطقة طبعا من الحديد دي للحديدة يعني من باب المجرى لباب المجرى هذا قطر الستيتر طبعا كان زي ما حكيت لكم أنا 11.9 بالعشرة سانتي وطول المجرى 11 سانتي والعدد 35 جوز والسيلك 7.5 سبعة والتوصيل الداخلي توالي والخارجي دلدة طبعا أنا لفيته ملق بين خطوة 10 اتناش بسيلك السبعة زي ما انتو شايفين هايها سيلك سبعة أنا كاتبها هون والبكرة الثانية سيلك سبعة ونص زي ما حكينا ان شاء الله انكم تستفيدوا أنا حبيت اني أصور الفيديو على هذا المحرك مع انه أنا صورت سبعة ونص حصان لكن هذا بختلف ويمكن اللي صورته أنا كمان 1400 دورة لكن هذا بختلف 48 مجرى واقطاب حقيقية وليس اقطاب تأثرية على هذا الاساس أنا حبيت اني أصور لكم إياه انه ممكن يجيكم مثله محرك مجهول أو كذا تستهنسوا بهاي البيانات وراح تكون هاي البيانات موجودة في قائمة تشغيل بلاي لست أنا مسميها كيف تأخذ بيانات المحركات راح أضم فيها كل الفيديوهات اللي بتخص بيانات المحركات راح أضمها في هاي القائمة على اساس انه تكون سهل انه ترجعو لها بكل سهولة ويسر ان شاء الله وان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات ولا تنسوا زي ما وصيكم دايما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة